ملف غاية في الأهمية والحقيقة إنه إحنا برضو أهملناه فترة طويلة ولذلك هو دلوقتي يعني إيه عايشين تبعات هذا الإهمال إحنا بقى قدام خطوة جديدة ومهمة ومختلفة ليه؟ لأن كل حملات التي تتحدث عن تنظيم الأسرة وتتحدث عن إن طفل واحد كفاية أو طفلين كفاية قوي 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 لضمان جودة الحياة الحياة كلها موجهة للست إنها إزاي هي لتستخدم الوسيلة المناسبة إنه الملف ده يخصها طول الوقت هذا الحديث موجه للسيدات مع إنه الأسرة قوامها راجل وست طبعا أبه وأم زوجه زوجة وزي ما العيال دول عيالها أم كمان عياله إحنا بقى الحياة قدام خطوة جديدة وخطوة مختلفة جدا وتفكير مختلف من وزارة تنمية المحلية اللي أعلنت عن مبادرة اسمها تحدث معه وتكلم معاه لما قابلوا كتير من استات وسألوهم يعني الكلام ده حصل نتيجة دراسات ونتيجة أبحاث ميدانية وأسئلة للستات جم نزلوا سألوا استات قالوا أنتم عايزين إيه في الملف ده قالوا عايزينكوا تتكلموا مع الرجالة ليه؟ لأن الست في أوقات عبد الوعي بيجي من طرفين طبعا مش من طرف واحد والحايا أن الست في كثير من الأحيان في هذا الملف بالذات في معظم الأحيان مفعول به مش فاعل يعني يبقى عندها بنات بس هو يرغب في الصبيان فتخلف أكتر وتقولك أنا عظمي وجعني أنا ما بقيتش قدرة ما نشيل الشيلة لوحتي تخلف طفل تقول لا أنا عايز أكبر العيلة تخلف طفلين أنا عايز عزوة أنا عايز عزوة الحايا أنه في كثير من الأحيان الست في الملف ده بذات مفعول به ده المشكلة كمان إن ساعات الست ما بنتكلمش برضو على العواصم أو المدن الكبير بنتكلم على المدن الصغيرة والأقاليم ساعات كمان الرجل لما بيعيز يخلف أكتر والست مش قادرة بيروح يتجوز طبعا بيروح يتجوز أولا أنت مش قادرة أنا عايز عيال كثير أنا عايز عيال كثير أو أنا عايز الولد أنت واجبتيش الولد فيروح يتجوز فالموضوع خارجي على النطاق سيطرفة الستة تماما صحيح الحقيقة احنا عندنا بزي ما بقول لحضراتكم كده مبادرة جديدة محمودة جدا هذه المبادرة ومشكورين عليها في وزارة التنمية المحلية طبعا ومعا الوزير هشام أمنى اللي أعلن عن هذه المبادرة واللي بتتكلم مع الراجل يمكن لأول مرة